الدرس الأخير من هذه الوحدة أيضا يتحدث عن تشابه المثلثات وتشابه الأجزاء بينهم هنا مثلثان متشابهان ولدينا ارتفاع في المثلث ليس أضلع المثلث ارتفاع في المثلث YW SQ أيضا هذه الارتفاعات وهي جزء من أجزاء المثلث تكون متشابهة وبينها تناسب مع الأضلع فYW على SQ يساوي النسبة بين أي ضلعين مثلا مثل YZ على ST أو YX على SR وطبعا إذا كان هناك ضلع ينصف الزوايا في مثلثات متشابهة ينصف الزوايا فأيضا المسافة من هذه الزاوية للضلع المقابل تكون أيضا متشابهة فEW على UQ المسافة من الزاوية للضلع طبعا هنا هي ليست مسافة عمودية لأنها تنصف الزاوية ليس من الضرور أن تكون عمودية أيضا تكون متشابهة هنا هذا المثلث فيه ضلع ينصف الزاوية فأجزاء هذا المثلث مثل AB على PB تساوي AC على CB وأيضا من الممكن أكتب AB على AC تساوي PB على CB نأخذ بعض الأمثلة لتوضيح هذه المسائل وهي طبعا نفس دروس السابقة في هذه الوحدة هنا مثلثان متشابهان يريد مني إيجاد الزلع الناقص وأعطاني أن AC 512 والضلع المقابل له RB 380 أعطاني أيضا BY 201 يريد مني QZ AC على RB يساوي هذا الاتفاع BY على QZ لاحظوا كل جزء مع الضل الجزء المقابل له ف512 على 384 تساوي 201 على قيمة مجهولة XY ليهم M فهذه قيمة تساوي بالضرب التبادلي 384 ضرب 201 على 512 أوجد الناتج وهو 155 جزء من القدم نريد إيجاد X هنا الضلع ينصف الزوايا فأستطيع إنشاء تناسب 16 على X يساوي 14 على الضلع المجاور له لكن كم طول هذا الضلع باللون الأصفر الضلع كامل 2X-1 أطرح منه X هذا الضلع يبقى طول الضلع باللون الأصفر وهو X-1 فالآن نقوم بإنشاء تناسب لحل هذه المعادلة 16 على X يساوي 14 على X-1 ضرب تبادلي أيضا 16 في X-1 و 14 في X 14X تساوي 16X-16 طبعا أضرب في المقام الكامل 16X-14X هي 2X خذ السالب 16 للي ستصبح موجبة فX تساوي 8 بعد القسمة هذه المثلثات كلها متشابهة هو ذكرى لي فهنا 7 على 5.25 يساوي 2 وهو 22 هذا التفاع على التفاع في المثلث الآخر وهو X X يساوي 22 في 5.25 على 7 من الممكن أيضا أن أكتب 7 على 22 يساوي 5.25 على X في هذا المثلث 15 على 10 يساوي 33 على X هذا الضلع في هذا المثلث هو منصف للقاعدة جزء من المثلث وفي المثلثات المتشابهة أيضا أجزاؤها متشابهة كل هذه الضلعان 33 والX ينصف القاعدة التي في الأسفل وطبعا الزوايا متطابقة فهي مثلثات كما ذكر متشابهة X تساوي 33 في 10 على 15 كما ذكرت 15 على 10 يساوي 33 على X وأيضا من الممكن أن أكتب 33 على 15 يساوي X على 10 ونقوم بالحل وسيكون نفس الناتج الآن 22 أستطيع أن أخذها على الارتفاع 22 على الارتفاع تساوي الضلع على الارتفاع لا أستطيع أن أكتب 10 على X يكون هنا عكس للتناسب ف22 في العشرة على 20 أي 120 على الارتفاع يساوي 11 وهذا مثال أيضا بطريقة متشابهة 12.6 هو الضلع الجانبي على الضلع الجانبي الآخر على 18 يساوي 12 الجزء الذي في الداخل على الجزء الذي في الداخل في المثلث الآخر أي 12 على X فنضرب 18 في 12 ونقسم على 12.6 وهي قيمة الـ X المجهولة وتساوي في هذا السؤال الرابع 17 وجزء من 10 هنا في هذه المثلثات هي المثلثات متشابهة هو أعطاني إياهم متشابهة يريد مني FG هذا الضلع الجانبي لكن هو أعطاني في المقابل ST أضلع الجانبي الآخر 6 المقابل له أعطاني SH الأتفاع 5 والأتفاع الآخر فهذه أجزاء متشابهة في المثلث 5 على 7 تساوي 6 على هذا الضلع المجهول مثلا X من الممكن أن أكتب 7 على 5 تساوي X على 6 6 6 في 7 على 5 هي 8.4 وهنا أعطاني AB هو أراد مني MN أعطاني AB 24 AD ارتفاع المثلث 14 MQ 10.5 يجب أن يعطيني أجزاء متناسبة في المثلثات المتشابهة 24 على X تساوي 14 على 10.5 X تساوي في هذا المثل 24 في 10.5 ونقسم على 14 ونقسم السؤال الثامن الجزء الذي فيه داخل المثلث ينصف في الزوايا فالأضلع الذي في الأسفل أو الأجزاء هي ليس الضلع الأجزاء الثمانية والثناث تشكل تناسب مع الأضلع الجانبية أستطيع أن أكتب 26 على 12 تساوي M على ثمانية أو 26 على M تساوي 12 على الثمانية لكن لا أستطيع أن أعكس 26 على الثمانية والM على الثناث فأحلها كذا 26 على M يساوي 12 على ثمانية نكمل بنفس الخطوات 26 في ثمانية على 12 هذه قيمة M وهي 17 وثلث في السؤال التاسع نفس الطريقة تماما 20 على 7 تساوي 24 على X هذه الأضلع تشكل نسبة ثابتة فX يساوي 7 في 24 ونقسم على 20 السؤال 10 وال11 في البداية أراد مني في العشر إيجاد XC هو أعطاني AC كلها 14 لكن هذا الجزء AX أستطيع إيجاده باستخداما في ثروس المربع أس 2 ناقص الضلع أس 2 تحت الجدر 12 أس 2 ناقص 8 أس 2 هذه قاعدة في ثروس لأن وتر المثلث القائم يساوي المجموع لكن لإيجاد الضلع يساوي الوتر ناقص الضلع لكن أس 2 فX يساوي 14 ناقص هذه القيمة 4 وجدر 5 ويساوي تقريبا 5.1 أما لإيجاد EY باستخدام النسبة ثابتة لأن هذه المثلثات متشابهة 8 على هذه القيمة M انتبه الضلع BA في عبارة التشابه BA يشابه من DE ف12 على 8 لكي لا نخطأ هي المثلثات صحيح أنها متشابهة لكن بنفس الوقت هي منعكسة